خطورة الأكياس بلاستيك علينا ولا مفيش خطورة لا طبعا عشان الكلام مبقاش عام قوي كده يعني نحدد الخطورة في لو كان ري سايكل بدون أي ضوابط فده خطر مليون في المية كمان مليون في المية أما لو كان مصنع طبقا لمواصفات صحيحة وكل حاجة متحدد نوعها بالزبط وتستخدم طريقة استخدامها إذا كانت فروان سينجليوز زي مثلا عزاز المية وتتريمي عزاز المية الناس بتملاها وتحطها في التلاجة تاني هو ده بقى الخطأ إن هي معمولة لفروان سينجليوز والخطأ خاصة لو كانت كمان تعرضت لحرارة فهنا بقى خطر مش خطأ يعني خطر خطر لأن بقيت فيه مواد بتخرج من هذا المركب هي لها أثار يعني غير صحية يعني بتضر الجسم الإنسان وبتؤدي إلى كثير من الأمراض لا يعني الكيس اللي أنا بحط في العيش هل ده بيأثر على العيش؟ هي هذه المادة ما هياش مادة ما بتخرجش منها مواد صغيرة كده في أثناء التعامل إنها بتبقى بقى لها بوائية على العيش وعلى السندويتش وعلى الميا وعلى وكذا يعني بتختلط يعني الكيس اللي هو بدوني ده في حاجات رفياة على ترى بلا أنه مجرد بتأثر على الأكل اللي بتحط فيه بزبط كده وخاصة إذا كانت الحاجة دي تسخنة أما وبيبقى العيش سخنة ده ما فقاش نقاش دي بقى لا يعني سخنة بردو العيش غير ما سخنة بتاعة الفول سخنة العيش غير سخنة الفول يعني سخنة العيش دي هي تحاجة وسخنة الفول دي اللي هي درجة حرق علي جدا فده بتخرج مواد لها تأثير بكانسرز مش حنشوفها كانسرز سرطانات أيوة سرطانات وغيره كمان